السلام عليكم حياكم الله اليوم جايب لكم عاد شيء غريب موجود في هذه العلبة نظارة بدون بطارية النظارة هذه تستخدمها في الجيمينج في العمل تستخدمها في الترفيه تستخدمها في أمورك الخاصة الميزة فيها أنها ما هي مرتبطة بجهاز محدد يعني ممكن تستخدمها في الجوال ممكن تستخدمها مع اللابتوب ممكن تستخدمها مع أجهزة أخرى حق تقيمينج تابلت وغيرها بنتكلم عن مواصفاتها بس في البداية خلونا نشوف الشكل الخارجي لنظارة ان ريل أول ما نفتح العلبة تجينا هذه هي النظارة يجي هذا الشتر هذا له فائدة ترى يعني اللي فيلقى في العلبة لا يرميه يحسب أنه ما له فائدة لا هذا له فائدة كبيرة نجي الحين للكابل الكابل هذا يو اس بي تايب سي إلى يو اس بي تايب سي طيب بكل بساطة يعني على طول أنت ما تحتاج أي شي بس تشبكه في النظارة والسلك الثاني في الجهاز اللي تبغى تشغل منه طيب باختصار شديد خلونا نتكلم وشي هذه النظارة عبارة عن شاشة بشكل افتراضي يعني اللي بداخلها شاشة تخليك تشوف شاشة الجوال شاشة الجهاز اللي معك سواء اللابتوب وغيره حتى أول ما شبكتها مع الكمبيوتر تعرف عليها على أنها شاشة ثانوية أول شي خلونا نشوف الشكل الخارجي زي ما تلاحظون هذه هي شكل النظارة شكلها جميل فعلا يعني بغض النظر عن حجمها وكذا طبعا ما رح تستخدمها طوال يومك من هنا الصوت يطلع لك على أذنك على طول أتوقع واضح لكم شوفتوا كيف هنا جاي زي الخط وهنا نفس الشي من ناحية النظارة فالانعكاس يجي من هذا الزجاج اللي موجود هنا هذا الزجاج اللي ينعكس وتوقع أنها تبث من فوق زي البروجيكتر طيب لما نلبسها طبعا عندنا هنا نقدر نتحكم بالمساند تقدر تحركها كذا وتغير مسافتها هنا فيه مستشعر النقطة اللي موجودة هنا بالأعلى أول ما تلبسها على طول تشتغل طبعا إذا كانت مربوطة بجهاز آخر من هنا الجهة اليسرى هذا منفذ USB Type-C من هنا نشبكها خلاص خلنا نحطها كذا بعدين نلبسها شوفوا واضح أنه يعني مو حجمها هذاك الحجم الكبير بس أنه أعجبتني الفكرة هذا الشتر لو أنت كنت مثلا راكب في سيارة أو أنك موجود في باس طائرة وفيه مكان فيه إضاءة بكل بساطة بس تحط الشتر تحط الشتر زي كذا أنا ما أشوفكم فيخلي لك زي ستارة تقفل كل شيء من أمامك عشان تقدر تشوف يعني بدون خلفيات وبدون سطوع خصوصا لو تكون في مكان فيه إضاءة قوية نجيب هنا ستيم هذا جهاز ستيم بأشبكها عليه وبجرب هل فعلا يعني بتعطيني نقل كامل للشاشة ولا لا طيب شبكناها اشتغلت واو واو اللي جالس أشوفه أنا شيء مو طبيعي شاشة أمامي طيب لو بحط الشتر لا 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 طلعت واضحة مرة خلنا أقفل الشتر بخليكم تشوفون طيب بحط يدي هنا عشان المستشع هذا اللي أنا قاعد أشوفه لو شيل هذا الميز أنك تقدر تشوف الأشخاص اللي حالك تمام فا يعني أنت موجود في العالم معنا ما أنت في مكان ثاني طيب بس بسمعكم قوة الصوت أتوقع أنها 120 هيرتز يعني ممكن بكل بساطة أنك لو تستخدمها في الجيمينج ما عندك أي مشاكل الميزة الرائعة فيها ما فيها بطارية شغالة على طول من الطاقة اللي موجودة بالجهاز طيب نجي النقطة ثانية خلنا نوقف هذا الستيم وأسحب منه لأنه الموضوع اللي بتكلم عنه نقطة مهمة جدا وهي في اللابتوب في اللابتوب كثير من الأوقات يكون أنت مشغل أشياء خاصة مشغل مثلا بعض الأشياء اللي ما ودك أحد يشوفها فيها خصوصية أو أنك جاز تشتغل على ملف في مكان عام في كوفي موجود في مكتب في العمل وعندك أشياء سرية ولكن مكتبك مفتوح مع النظارة هنا أنت وضعك تمام رح يطلع لك شاشة ثانوية وين منفذ اليو اس بي سي خلاص على طول حطيناه كده في اللابتوب أنا بس بوريكم حاط لي أنا قاعد أشير عليكم لا حاط له شاشة ثانية فعلياً حاط لي شاشة ثانية وهنا شاشة أخرى فأقدر هنا في الشاشة الثانية أفتح عليها ملفات وأشتغل عليها بكل بساطة ما راح أحد يشوف إش قاعد تشتغل عليه خصوصيتك محفوظة وبالإضافة أنه حتة الصوت أنت اللي تسمعه لأنها يطلع من هذه المنطقة السبيكرز وهذه المنطقة ويروح لإذنك ما حد يقدر يسمعها طيب خلوني لو بشغل أحد الملفات يلا هذه الحين اللي تشوفونها شاشة وهنا جاء ستفرج على شيء ثاني مختلف عندنا هنا ثلاث أزرار يعني هذه النقطة اللي أنا ودي أتكلم عنها فيه ثلاثة أزرار هنا فقط ثلاثة أزرار زر يغلق الشاشة أو النظارة وإذا ضغطتها ثاني مرة يشغلها أما زرين هنا واحد منهم يرفع إضاءة الشاشة والثاني يقصر إضاءة الشاشة طيب لو تقولون وطيب الصوت الصوت من نفس الجهاز اللي أنت تشتغل عليه أنت تشتغل على اللابتوب نرفع الصوت من اللابتوب تبغى تقصر له تقصر من اللابتوب أو من الجوال أو يعني من الأجهزة الأخرى يعني شفتوا الآن شغلت على اللابتوب شغلت على الستيم بالإضافة أنه وأول ما تشبكه على الجوال على طول راح يعني يتعرف عليه ويشتغل وخلونا الحين نجربه على جوال استغلت شاشة الجوال أنا جاسة أشوفها الحين اللي أحركه بس يعني يبغى لك توزن وأنت ماسك بيدك بالنسبة لي يعني باللابتوب مرة بسيط التحكم بجهاز الألعاب مثل ستيم ديك أو غيرها ننتندو سويت جربت عليه ما يشتغل بس أعتقد طبعا أنا جربت على النسخة القديمة أما الأوليد ما جربت عليه الجوالات أحس لأنه متحرك ويحتاج تتش فأنت ما تدري تسوي تتش هنا ما في تفاعل لازم تسوي تتش من الجوال فلازم تشوف الجوال من اللابتوب سهل جدا لأنه كيبورد وعندك الماوس فأنت متعود على الموضوع ممكن أنت تستخدمها في مشاهدة الأفلام جميل فعلا في مشاهدة الأفلام يعني لو بشغل هنا مثلا أي مقطع حتى لو بشغل على مقطع من اليوتيوب الميزة فيه من اليوتيوب أنك إذا شغلت مقطع وخليت بالعرض يطلع لي الآن بشاشة كاملة شوفوا بالله جميل بصراحة كتجربة النظارة رائعة جدا ممكن تستخدمها في جوالك أو أغلب الأجهزة اللي ممكن إحنا طبعا اللي بيسأل عن الآيفون كيف عن طريق اليو اس بي تايب سي أو منافذ أخرى خصوصا حتى لو كانت أجهزة تقدر تستخدم الوصلة اللي خاصة ب مثلا في بعض الكياب اللي تجيك منفذ من لايتنينج أو من يو اس بي سي إلى لايتنينج من يو اس بي سي إلى اتش دي ام آي وهكذا فتقدر أنت تستخدمها مع عدة أجهزة تدعم الشاشات المتعددة أما من ناحية أنه الكمبيوتر كيف يتعامل مع هذه النظارة فهو يتعامل معها على أنها شاشة أخرى دي سبلي ثاني نظروا كيف جاسي يقول لك مونيتور وان وهنا مونيتور تو كأن عندك شاشتين في الكمبيوتر النظارة متوفر فيها موديلين هذي الانريل اير إذا كنتوا تتساءلون عن العتاد المواصفات الداخلية هل هذه النظارة كم تدعم هيرتز أعتقد أنها تدعم 120 هيرتز من ناحية وش التطبيقات اللي تشتغل معها البرامج هي ما يحتاج لأنها شاشة ثانوية أو انعكاس لشاشتك الحالية مثل الجوال مثل مثل اللابتوب إذا أنت بتسوي لها ميرورينغ من التابلت وغيرها أموما بحط لكم الرابط هذه النظارة إذا حابين يعني تتطلعون على كافة التفاصيل والمواصفات وأيضا إذا حصلت لها رابط شراء بحط فيه صندوق الوصف اكتبوا لي رأيكم بهذا الاختراع الرائع والجميل وشرفوني بالاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم المقطع يريد تضغطون زر الإعجاب وشاركوا مع أصدقائكم وأحبابكم والتقيكم في مراجعات أخرى وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر